نروح لأخبارنا المحلية وزير الشباب دكتور أشف صبحي بيبذل مجود كبير جدا الحقيقة لدعم كل ممثلنا في الاتحادات الأفريقية والاتحادات الدولية والأقليمية لأن مصر لازم تاخد وضعات طبيعي وسط هذه الاتحادات وهذه الاتحادات الأقليمية والدولية لأن مصر زي ما حضركم شايفين رجعت لسابق عهدها من أن هي طبعا الحمد لله الريادة وأصبحنا قبلة كل الريادات في العالم عندنا بنية تحتية قوية جدا عندنا بنية بشرية قوية جدا حقيقة الحمد لله مصر يعني رجعت لمكانتها المعهودة طيب وجيه عزام رئيس الاتحاد الأفريقي للدرجات لدورة جديدة الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدرجات احتفظ برئاسته الاتحاد الأفريقي لللعبة للفترة رئاسية جديدة بعد ما فاز بالانتخابات بالتسكية في اجتماع الجامعية العمومية للتحاد الأفريقي واللي اتعامل النهاردة الصبح بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وديفيد لابرتان رئيس الاتحاد الدولي للدرجات وكانت جامع الأمومية للاتحاد الأفريقي للدرجات كانت اكتمل نصابها القانوني نهاردة بحضور 26 دولة من أصل 32 دولة تاني 26 دولة من أصل 32 دولة ليهم حق الحضور والتصويت في جامع الأمومية يعني مصر أصبحت تحظى بثقة العالم كله وشقاءنا الأفارقة ودول العالم كله أن هم يجوا يحضروا الأحداث الكبيرة في مصر سواء تنظيميا أو أجراءات احترازية من طبعا في جائحة كورونا وفكركم أن مصر هتستضيب بطولة العالم لناشئين للمدمار في الفترة من 1 ل 5 سبتمبر اللي جاي بطولة العالم للدرجات والحقيقة الدرجات في أوروبا منتشرة بشكل كبير جدا مش أوروبا بس أوروبا وأمريكا وأمريكا الجنوبية يعني هنشوف اشتراك عدد كبير من اللاعبين إن شاء الله في سبتمبر القادم طيب مايو المقبل فيه طبعا بطولة أفريقيا تايكوندو كانت السنة اللي فاتت وتم تأجيل عشان جائحة كورونا وكانت مفروض هتتعامل في تونس وتأجلت وتونس اعتذرت فراحة السنغال مسؤولين لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي تايكوندو برئاسة المصر محمد شعبان أعلنوا على استضافة السنغال لبطولة أفريقيا للكبار شهر خمسة اللي جاي مصر هتشارك بمنتخبها الأول في البطولة بطولة دي طبعا بهدف إعداد لعبتها اللي تأهلوا الأولمبيات خلاص خصوصا أن اللي هيكسب المديليا الزهبية هياخد أربعين نقطة هيساعدوا في التصنيف العالمي واللي على أساس هتتعامل أوراعة الأولمبيات مهمة جدا 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 عشان تاخد رانك علامي متقدم الأوراعة بتاعتك في الأولمبيات توكيو تبقى أوراعة هادية تقدر انت بيها توصل للأدوار النهائية وخلينا أقولكم أن احنا برضو التايكوندو من الألعاب المرشحة لحصد المديليات أولمبيا في توكيو عشرين عشرين منتخبنا كان لسه مشارك من أيام في بطولتين دولتين هما صوفيا بولغاريا واستنبول في تركيا ودرت نور حسين في الفوز بالمديليا الزهبية وصيف عيسى حقق المديليا الفضية في بطولة صوفيا أما هدايا ملاك فحقق برونزية بطولة اسطنبول في تركيا طيب الدكتور أشف صبحي برضو راح يتفقد استعدادات هيئة استاد القاهرة لبطولة العالم الخماسي الحديث طبعا الحديثكم شايفينه دكتور أشف صبحي وعلى شماله المهندش شريف الأريان رئيس الاتحاد الخماسي الحديث وأيضا سكرتير عام اللجنة أولمبيا المصرية وبرضو ده من الاتحادات المرشحة لمديليا أولمبيا طب عمل ايه دكتور أشف صبحي النهاردة راح للزيارة خاصة لستاد القاهرة الدولي عشان يشوف صالة الخماسي الحديث واللي بتلعب فيها السلاح والرماية الخماسي الحديث بتلعب خمس لعبات عندك السلاح والرماية والفروسية هو راح النهاردة والسباحة ولعبة خمسة معهم والجاري العدو مسافات طويلة دول خمس لعبات اللي هم الخماسي واللعب بيلعب كل الألعاب دي فلازم يبقى اللعب يعرف في السلاح والرماية النهاردة راح الدكتور أشف صبحي تفقد طبعا الاستاد اللي هتلاعب عليه السلاح والرماية وكان معاه المهندس شريف الأريان ودي الصورة اللي شفناها مع حضراته الزراعة دي بتيجي في إطار اهتمام الدولة المصرية باستضافة بطولة العالم للخماسي الحديث ولا تتلعب على ملاعب السلاح القاهرة من خمسة لحد خمسناشر يونيو شايفين كم الأحداث الرياضية اللي مصر بتستضفها الحقيقة معندي أنا فخور جدا بدا والحقيقة احنا بنسطر التاريخ بوجود كل وفود العالم هنا في مصر وسقطها في مصر فالحقيقة احنا بنسطر تاريخ جديد للدولة المصرية الرياضيا في ظل إنشاء بنية تحتها قوية في العاصمة الإدارية والحقيقة احنا بنعد يعني الوقت زي ما بتقوله او بنعد الداي عشان نشوف هذا الافتتاح الكبير اللي هتبقى بنية الرياضية احنا نكون سعداء بيها جدا برنامج الأبطال لان طبعا فيها ألعاب كتيرة جدا الوزير وجه تعليماته بتنفيذ كل المطلوب عشان ننظم البطولة دي وعلى أعلى مستوى زي ما عملنا في بطولات اللي فاتت سواء في بطولة العالم من كرة اليد او بطولة العالم من الرمال اللي صدفتها مصر وكده نكون خلصنا طبعا أخبارنا المحل